لكن في الاول في الاخر عبدالله الجديد ان عبدالله السعيد جاء اعترف للنادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي انه هو حصل منه كذا 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 وتفهموا هذا الوضع وتم الاتفاق على ان عبدالله يجدد ويمدد عقده للنادي الاهلي وده في حد ذاته حاجة تحترم أما بقى الحاجة الأفضل من كده أن النادي الأهلي النهاردة بعد ما مضى مع عبدالله سعيد عرضوا للبيع هي دي قدارة النادي الأهلي المميزة اللي لا تقبل أن أنت كلاعب تكون موجود معنا وفي نفس الوقت بتتعامل معنا بشكل مميز ومش أيل لنا أن أنت ماضي في حتة تانية أن أنت خلاص أنت مدام أنت عملت كده فإحنا مش متمسكين بك يعني هتبقى متواجد في حتة تانية في وقت من الأوقات ولكن يعني دائما أنت كلاعب حبك للنادي هو اللي بيبان من خلال تصرفاتك في الوقت اللي أنت موجود فيه لكن زي ما أقول لكم إحنا بناخد قرارات كتير في حياتنا ممكن نقول أن 95% منها بتبقى غلط والـ 5% دي هي اللي بتخلينا متميزين وخلينا عايشين نعيشة مبسوطة فبالتالي ممكن فيه قرارات كتير كلاعب أو شخص ممكن ياخدها تخليه يروح في حتة تانية ممكن ما هو ما يحبهاش والأمثلة كتير زي ما أقول لحضراتكم في لعيبة على مدار التاريخ سواء بقى لعيبة عالمية أو لعيبة أوروبية أو لعيبة مصر لكن في الأول في الآخر إحنا بنقول أن عبدالله موجود في النادي الأهلي وتم عرضه للبيع وأي سور ممكن تظهر لعبدالله ما إحنا عارفين الموضوع ده عارفين أنه ده حصل واللاعب اعترف بنفسه لمجزة النادي الأهلي والوضع شكله يعني خلاص انتهى إحنا مش هنتكلم فيه تاني لكن عشان بس كان فيه مؤتمر صحفي النهاردة بخصوص هذا الوضع من ندز مالك على عبدالله سعيد فإحنا خلاص بنحاول بس نعلق تعليق بسيط أن اللعب أصلا هو تم الاعتراف بهذا الموضوع في هذه الجزئة خلنا نقول لكم وإحنا بنتكلم على الجزئة دي ده فريقنا في فندق الإقامة بالجابون ومتواجد طبعا في الجابون إن شاء الله وكل التوفيق ليهم هو يعني وإحنا بنتكلم أكيد هما هيتحركوا في التوقيت الحالي لملعب المباراة عايزة بارك برضو لفريق كرة الطائرة سيدات اللي حصل على البطولة التسعة في أفريقيا وإحنا بنلعب النهاردة أفريقيا في الجابون مع مامونانا بشرة خير إن فريق كرة سيدات بيحصل على النجمة التسعة في بطولة أفريقيا هنا في صالة الأمير عبدالله الفيصل في ملعب أو في النادي الأهلي الجزيرة حاجة مميزة جدا من العيبين النادي الأهلي سيدات طبعا حاجة كانت محترمة جدا وفزهم بهذه البطولة وأيضا نجاح مميز جدا في جزئية التنظيم وأستاذ محمد الجرحي في أعملية التنظيم لهذه البطولة وشيء مميز جدا عضو مجلس إدارة يعني كرة الطائرة سيدات فعلا شرفت بشكل كبير النادي الأهلي وشرفت مصر في هذه البطولة ده يمكن كنت حابب بس أبارك واللي هيكون في احتفالية النهاردة موجودة بعد الستوديو التحليلي بهذه الجزئية طبعا وفريق كرة الطائرة سيدات هيبقى متواجد هنا في قناة الأهلي بعد مباراة مونانا الجابوني والستوديو التحليلي الخاص به بكرة إن شاء الله هيكون في تكريم في حفلة كابتنى حمود الخطيب ومجلس إدارته هيكرموا فيه رموز النادي الأهلي الأساطير كل ما هو موجود داخل النادي الأهلي إن شاء الله وهي يعني كابتنى حمود الخطيب عن كل ما هو جديد في عملية الانشاءات اللي داخل مقرات النادي الأهلي سواء بقى الجزيرة والتجمع وإن شاء الله وأيضا فرع الستة أكتوبر وكل ما يخص النادي الأهلي في الفترة القادمة هيتم الإعلان عنه في المؤتمر غدا وبما فيهم التكريم الخاص بأساطير الكرة في الأهلي أو أساطير النادي الأهلي على مدار تاريخه طبعا فيه اشتراطات كانت موجودة بالنسبة له هذه أو اختيار الأساطير أو اختيار الأشخاص اللي هيكرموا غدا إن شاء الله بداية طبعا أن هما بيتجاوزوا سن الخامسة وسبعين سانيا يكون نهى عمره أو نهى مشواره الرياضي داخل النادي الأهلي وده يمكن هو ده اتنين اشتراطات موجودين بالنسبة للتكريم غدا ده بالنسبة لمؤتمر الخاص بالنادي الأهلي واللي هيعلن عنه أيضا عن بعض الأمور خاصة بالعملات الانشائية داخل النادي الأهلي بخصوص مباراتنا النهاردة دائما الاجتماعات بتبقى مهمة جدا كابات الفريق لما بيجتمعوا باللعيبة عشان يحفزوهم ده شيء مميز جدا حسام عشور وإحمد فتحي وليد سينيمان اجتمعوا باللعيبة خاصة طبعا بمبارات مونانا واتكلموا عن المباراة وإن المباراة آه احنا كسبنا 4-0 لكن طبعا مهم جدا أن انت تأكد فوزك بالمباراة الأولى بمباراة أخرى من خلال هذا اللقاء مونانا اليوم فبالتالي الكل يتعاهد على بزل الجهد النهاردة والفوز بهذه المباراة أيضا بعد المباراة مجموعة اللعبين اللي إن شاء الله ينضموا لمنتخباتهم سواء ليد أزارو أو علي معلول هيسافروا بعد المباراة مباشرة لمنتخباتهم بالإضافة طبعا لأنيس الشعلال اللي هيتواجد في بلده أيضا ويسافر لبلده تونس عشان يتطمن على أسرته أيضا الأهل بيلبي دعوة سفير مصر في الجابون ودعوتهم طبعا على العشاء وده شيء مميز دائما البعثات الدبلوماسية لما بيكون الفرق المصرية موجودة في هذه البلاد بيتم دعوة هذه الفرق أيضا وإحنا بنتكلم على الجالية المصرية في الجابون متواجدة أيضا وبتشد من أزرق الفريق أيضا الجالية المغربية بالجابون بتؤاذر فريق النادي الأهلي وهتكون متواجدة أيضا بجانب الجماهير المصرية في هذه المباراة وإحنا بنتكلم على بكرة أو النهاردة وإحنا بنتكلم عن المباراة في زي التقريب بتاع نادي الأهلي مش هيتغير زي ما احنا بنلبس زي ما احنا متواجدين دائما وباستمرار أيضا يمكن الفريق الجابون هو اللي هيغير زيه هيغير زيه ممكن هنا بيلعب بالأخضر هيلعب هناك بالتيشيرت الأصفر بالكامل أو اللون الأصفر بالكامل هروح لمتخبنا الأولمبي واختيار الأسماء اللي هتكون متواجدة في مباراتين السعودية اللي هيتم إن شاء الله يوم 22 و 26 اللي هتكون في السعودية تم اختيار 6 لعبين من النادي الأهلي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وكريم ندفد وأحمد رمضان بكهم وصلاح محسن ده يمكن اللعبين اللي منضمين لمنتخبنا الوطني من النادي لكل التوفيق ليهم إن شاء الله ومنتخب طبعا بيستعد لتوكيو 2020 كل التوفيق ليهم بأمر الله خلينا نحنا بنتكلم على المباراة اليوم في تحرقات موجودة داخل الفريق طبعا واستعدادات مهمة جدا داخل الفريق من خلال الكباتن من خلال اللعبين اللي هيبقوا متواجدين النهاردة مفيش حاجة اسمها أنت كسبت أربعة يبقى الأمور سهلة وبسيطة لا بتلعب فريق ممكن يكون هو مش في دماغه خلاص حاجة فهدي صعوبة هذا اللقاء أن أنت بتلعب فريق ما عندهش أي حاجة ممكن يخسرها فممكن يهجمك بشكل قوي ولكن طبعا أنت كنادي أهلي وهدفك هو الفوس في كل مباراة والوجود بشكل قوي وأنك تكشر عن نيابك من خلال نتائج وتقول للناس أنا جاي بقوة فبالتالي إن شاء الله المباراة النهاردة هتكون إن شاء الله بتسهل بمجهود اللعبين وتمحهم في هذه المباراة والفوز بهذه المباراة